تقول لي تفضل مش بحب موضوع العزومات ده تعود لما لاقي قدامي أكل عجباني بميدي دي واكل فيش جاعة ما بستنى عزومة أنا.. هرفك كويش امبساطي قوي لما عرفت إنكم حدايب من زمان مين ده؟ راجع حساباتك ده اللي سرق المصنع بتاعك سنة 2013 آه ده كان تشكيل كانوا بسرقوا الحديد من خزن عندي هو ده بقى واحد منهم؟ آه أبو إيه اللي جد؟ أو المفروض ده في سجنه ولا طلع؟ خرج من الدولية كلها أو بل التشكيل ده سرق المصنع بتاعك إنت بس ما سرقش مصنع تاني وده ممكن يكون واحد من نفسين بتوعد في السجن أو واحد اللي غرض إنه يؤذيك إنت شخصيا حضرتك من فترة رحت لخطبتي وفتحت معا موضوع عديمة وبعدها بشوية تلفلها قضية مخضرات وديك أهو؟ كاملت موضوع عديمة فإيه بقى؟ أحضر شنطتي أو ألي إيه؟ سعدت قتل ومتورد في خطف شام السيوفي أخو رحيم شريكك رحيم ممرو ما كان شريكي إنه مجرد معرفة قديمة إنت هادي قوي كده ليه؟ رحيم من يوم ما خرج من السجن والدنيا بقلوبة كل الشركة بتوعوه كالشيه 26 مليار 148 مليون دولار دي حجم الفلوس اللي طلعت من البلد في الفترة اللي رجل كبير قام فيها من على السرير ومضى خطاب التناحي والمسؤول عن تهريب معظم الفلوس دي اللي انت قبضت عليه بنفسك علشان توقفه نزيف الأموال وإن شاء الله لما ظروف تتحسن هتحاولوا ترجعوها برافو مزاكر كويس لا مزاكر ولا حاجة كله موجود على جوجل بس اللي يدور واحد زي ده بقى وتخيل إن أنا يخاف منه النظام عايز حقه منه والناس في الشارع عايز حقها منه يحل مشاكله الأول يعني أنت عارف سبب كل المشاكل اللي حصلت دي؟ عارف الفار اللي مربوط في ديال وكرة نار كل ما يخاف ويهرب منها ويجري تؤلع الدنيا أكتر لا عارف يوقف الولعة ولا عارف يهرب منها ده رحيم مش خايف النار دي طولك مع إن رحيم بيجري في نفس سكتك طول ما رحيم بيجري أنا منطمن اللي خاوه في اللحظة اللي عاي وقفها هو ياخد نفسه علشان لنا ولا أنت هنقدر الله في وصولك أنت فاكر اللي عنا خايفين من رحيم؟ دي سؤال تسأله للقيادات بتاعتك مين اللي ورا سعت؟ هو هشام تخطف ليه؟ أنا جاي لك عشان أوفر عليك مشوار النيابة هشام تخطف ليه؟ على فكرة أنت لو مش عارف يقولي أنك مش عارف عادي يعني فش عادي؟ أنت مش عايش تساعدنا ليه؟ عشان إجابات أسئلتك مش هتساعدني أحضر جنتتي؟ ليك عندنا هدم كفاية؟ بس حسب اختيارك أنت بقى أبيض ولا أزرق؟ مم بقى شحمر؟ أنت ونصيبك بقى؟ أنت عبد عليه؟ أنت عبد عليه إزاي؟ البوليس جاي خده هو هشام يعني إيه خده هو هشام؟ مش هشام الزفت ده غاية بليه سنت الشهور ومحدش يعرف عنه حاجة ما هو مالحقش يا دوب رجع من هنا البوليس جاي وأبض عليهم من هنا قدروا لطف الحمد لله سيد وعد كون أنت ورا الموضوع ده؟ لا 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 قدامه ده من عند ربنا وأنا قلتلك يا حبيبتي دخول رحيم السجن ده مصلحة ليه وإحنا كمان هنتطمن عليه سيد اسمعني عشان خطري فاكر رحيم لما تحبس فاكر الناس كلها كانت بتقول إيه؟ كانوا بيقولوا أنه عوره ما هيخرج تاني بس حصل إيه؟ أو خرج وده بقى معناته إيه؟ إنه ممكن يخرج ثاني بردك؟ وإحنا بقى المرات دي مش عارفين هو تمسك في إيه؟ هو وحلمي وهشام؟ إيه رأيك بقى تفتح صفحة جديدة؟ إيه رأيك تقف جنب رحيم المرات دي؟ تدور عليه وتقوم له محامي؟ ما تكلم له اللي اسمه السامي عوض ده؟ إنت عارف رحيم لو خرج وعارف إنك عملت معاه كده؟ هيشيل هالك جميلة طول العمر أو الله يصدقني؟ ولا إنت يعني فكر إن رحيم هيفضل سكت إن إنت عاعد في القصر بتاعه واخد المركب بتاعته؟ وبعدين إنت قلتلي إن إحنا هندخله السجن عشان مصلحته ومعرفناش يبقى لازم دلوقتي بقى نعمل له حاجة خلاص بقى عن زيمني على ودني يا رحاب بقى زن زن أنا مساعد معرفتك وأنت على وداني طب اقتنعت بكلامي ولا لأ بس؟ طب بس إنت قومي كده غيري هدومك كده وركزي في بيتك وشوفي حيالك اللي إنت سيبقهم لنبالحة الغندورة طب فاهمني بس هتعمل إيه؟ أو أيها ابتكلم الذي شوفي حيالك وبدأ أهل سامي؟ أعرفت اللي حصل الى رحيم؟ طب انت عايز نعمل لك دلوقتي حاضر، حاضر رحيم السيوف اتقابض عليه تاني برك يا جامع حمار ليه كده طيب، فهمني يا كبير رحيم كان ممسوق على زمت قضية والقضية لسه شغالة طب هم أفرجوا عنه لي دلوقتي لا، مش عارف وحنفضل كده مش عارفين ونلف حولين نفسنا لحد ما نعرف امشي انت دلوقتي حاضر بسهل خير معليك أنا بكلم معليك في وقت غير مناسب أنا أسف جداً ساعتك عارف إن رحيم السيوفي خرج ساعتك بس اتقابض عليه تاني طيب أنا كنت عايز معليك في خدمة طيب باشاً تفاضل، 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 تفاضل لا يا فندم هم مش موجودين نعم النيابة استدعيتهم إيه لي بتقول ده؟ إزاي يحصل الكلام ده؟ يا فندم معرفش والله أنا كنت الصبح قالوا لي إن النيابة استدعيتهم عشان يا تهريك، إزاي تسمح بكده؟ أنت بتهرج؟ أنت يا بيت ملبسيش ليه؟ مش نزل الجمع وما لو الزعل بقى بتجمع بصير فاكرة لما قلتيلي أنا مستعدة استحمل أي حاجة عشان نخرج من هنا ونرجع زي زمان؟ أجينا بندفع الدمن ولسه ما نعرفش هندفع الده يا بيت بصيري إيرمي الزفت ده أعرف أبوكي؟ ما بيحبش حد في الدنيا كتر منك مستعدة يترمي في السجن ولو عمره كله بس أنت ما تغيبش يومان الجمعة أنا هانت الخلوص لو هي بتتخفي على أبوكي أنت ما تعرفيش أبوكي بره لبدي أعمل إزاي؟ ربنا يرجعوني بالسلام يا ربي أحبت يا ربي هربت ليه من المرابة اللي كانت عليك؟ المرابة؟ أنا أول مرة أعرف أن عليها مرابة باشا ماين يعني الموارزة لو هما بيرقبوني ومش عارفين يرقبوني تبقى المشكلة عندهم هما مش عند أنا؟ ما هي أقوالك في الطعم المنسوبة إليك؟ بأنك كنت متواجد في الفيلا رقم 34 أثناء إطلاق النار بيها يا بس أنا آخر مرة اتواجدت في حتة فيها ضرب نار كان يوم ما جاء أحمد بيت دي بيقبض علي يوميها السيادة كانوا واحتزاءكم للعربية هو فاكر كده كويس دي كانت آخر مرة قولي بقى أنت آخر مرة شفت الرجل دي إمتى؟ أنا عمري مش شفت الرجل دي قبل كده أنت آخر واحد كنت أتخيل إن أشوفه هنا؟ جرايا رحيم بيه؟ أنت نسيت أنا مين ولا إيه؟ أنا سامع عوض، هو في حد غيري، يقدر يدخل هنا ويقابل اللي هو عايزه؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر